اشتركوا في القناة وهو بمجرد تثبيت هذا التطبيق عندك على الهاتف او الجوال رح ياخد هذا التطبيق تصريح على جهات الاتصال الخاصة فيك والمسجلة عندك على جوالك ويحط على سيرفرات التطبيق او بمعنى اخر رح ياخد معلومات جهات الاتصال اسماء الارقام الموجودة عندك تمام فعشان هيك انا اليوم رح اعطي فكرة افضل لمعرفة اسماء اصحاب الارقام وهي من خلال هذا الموقع مباشرة بدون برامج ولا تطبيقات ولكن الافضل انك لما تسجل في الموقع تعمل ايميل جديد غير ايميلك الشخص ويكون غير مربوط مع جوالك ولا يوجد عليه جهات اتصال وهيك ما رح ياخد منك اي معلومات خاصة فيك والان ندخل الى الموقع كما نلاحظ اصدقائي طبعا رح يطلب منك الموقع تسجيل الدخول نختار من هنا تسجيل الدخول مع جوجل والان اذا كنت عامل حساب على جوجل تقوم بادخال الحساب وان لم يكن عندك حساب تقوم بانشاء حساب بضغط على ايقونة انشاء حساب وتقوم بكتابة الاسم وبعد ذلك نضغط على التالي والان اكتب تاريخ الميلاد واكمل باقي خطوات انشاء الحساب بعد ما اعمل الاميل رح تظهر عندي هذه الواجهة اضغط على سماح الموجودة في الاسفل والان اصدقائي وبكل سهولة يمكنك معرفة اي اسم لأي شخص من خلال كتابة الرقم في هذه الخانة بالاعلى كما نشاهد على شاشة الفيديو نضغط على اشارة البحث مباشرة رح يظهر اسم هذا الشخص مباشرة عندك بكل سهولة وبهذه الطريقة الموقع ما رح ياخد منك معلومات ولا جهات اتصالك وهي الطريقة الافضل حتى تكون انت في امان ومعلوماتك في امان الان ننتقل الى الطريقة الثانية بالنسبة للاشخاص يلي ما عندهم مشكلة في ان ياخد التطبيق او الموقع معلومات وجهات الاتصال الخاصة فيهم فيمكنهم استعمال تطبيق تلوكولار وهو تطبيق ليس جديدا كلنا طبعا بنعرف هذا التطبيق طبعا حتى تقدر تستعمل التطبيق تقوم بتحميله من جوجل بلاي او اي بي كيو بتثبت التطبيق عندك على الجوال وبتكمل خطوات التثبيت وبعد هيك يطلب منك التطبيق السماح بالاذنات تضغط على سماح وهنا يقوم التطبيق بالحصول على جهات الاتصال كما ذكرنا سابقا في بداية الفيديو طبعا رح يصل على الاسماء الموجودة عندك وبعد ما تسجل في التطبيق رح يقوم مباشرة باذهار اسماء المتصلين الغير مسجلين عندك على الهاتف ولكن يجب ان تكون متصل بالانترنت اثناء استخدام التطبيق وهيك بنكون انتهينا من الفيديو اذا شفت ان المعلومات مفيدة دعمنا بلايك واشتراك واذا كان لديك اي ملاحظات او استفسارات بامكانك كتابتها في التعليقات اسفل الفيديو